سؤال مهم جداً جداً وعايزة يعني ألا إله إجابة أو يعني تكون إجابة واضحة برضو كده وبسيطة. إيه أهمية وأهداف ممارسة فريدة العشاء الرباني أو المايدة أو التناول؟ إيه الأهمية ده والهدف منها؟ كذا حاجة عشان يعني هو السؤال ده في رأيي هو الموضوع تعالى. هو هدف الحلقة بالضبط عشان ناخد تركيزنا فيه. أول أهمية لها أنا لازم أمارس فريدة العشاء الرباني لأنه المسيح بنفسه هو الأسسة ودي نقطة لازم نحطها في الاعتبار مسك الخبز وأشار وقال هذا الخبز هو جسدي هذا الدم هذا الكأس هو دمي فاصنعوا هذا لذكر فده تخليني اصنعوا يعني يعني كرروا يعني عملوا كده عيدوا اعملوا ووضح أن الكنيسة الأولى فهمت هذا الأمر جيدا وكانت على طول ابتدوا من ضمن أعمدة الكنيسة تعليم الرسل الشركة كسر الخبز الصلاوات فواضح أنه الكسر الخبز مع بعض سواء بقى بيعملوها في عشاء بيعملوها لكن فكرة تذكر هذا العمل لأن المسيح أسسها فالكنيسة الأولى فهمت هذا الكلام ده وأنا بقول النهاردة أنت لو مش بتمارس فريضة العشاء الرباني تحت أي ظرف تحت أي مسمى لازم تراجع نفسك أنا هاخد خط وخط فأنا من أهميتها أن المسيح بنفسه هو الأسسة الحاجة تانية بوليس الرسول في كرونسوس الأولى 11 الجزء اللي كنا بنقرأه بتركيز بوليس بيقول إيه لأني تسلمتم من الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الله تأسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد المجسول لأجلكم اصنعوا هذا لذكري وقال نفس التعبير على كلما شاربتم لذكري على الدم فكرة إحياء ذكرى عمل المسيح يعني إحنا بنعملها لأن المسيح أسس هذه الفريضة النقطة التانية هي ذكرى لعمل المسيح إحياء لذكرى عمل المسيح أو تجديد فاعلية ذكرى عمل المسيح تجديد الفاعلية في حياتي يعني وأنا واقف بأخذ الميدة وأنا بتقدم لها أنا بعيش الأحداث أو أنا شايف عمل ربنا عشانا أنا بأكد عمل المسيح في حياتي أنه مات لأجلي أنه سوفك دمه لأجلي أنا عشان كده هي مهمة بغض النظر عن العناصر اللي أنت بتاكلها ولا بتشربها أنا مش فارق معايا بغض النظر عن التوقيت بغض النظر عن الجو لكن أنت وأنت واقف كده مع إخواتك أنت عارف كويس قوي أنك بتحيي تأثير عمل المسيح في حياتك تخيالي معايا أنت في حياتك العادية أنت سبق موضوع الميدة أو دخلت جوا كنيسة وأنت في حياتك العادية اليومية أنت ماشي في الشارع بتعملي خطية أنت جواكي بتقولي أنا كسرت قلب المسيح أنا المسيح مات لأجل أن أنا ما عملتش الخطية أنت بتقولي نفس الكلام ده ما بالك وانت واقفة في قدام الرمز الجسد ده ورمز الدم وأنه ده يشير إلى جسدي ودمي المسيح قال كده ألا يستحق منك أنك أنت تخدم على هذه الفريضة وأنت بكل حب إن كنت قد اختبرت المسيح لأجلك فعشان كده هي ذكرى ذكرى لإحياء عمل المسيح في حيات الحاجة التالتة اللي قالها بولس الرسول فأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشاربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب يعني أنا حتى بنأكد وبنقول يعني زي ما حضرتك قلت كمان وتأكيد وبنقول أنا بقى اللي عايز أركز عليه هنا هو إخبار إن كان مش هنقف عند حتة التسكار أو الذكرى إن كان شكلها تاريخي وشكلها إداري وشكلها روتيني لكن خلي بالك إنه يوم ما بتقف قدام الميدة بتتقدم قدام الميدة أنت عندك استعداد إنك تخبر بهذا العمل تخبر بموت الرب في رأيي أنا أهم عشرات المرات من أنا أدور على فين أكون مستحق عشان أتقدم استحقاقك مش من توبتك استحقاقك لأنك في العمل استحقاقك إنك محمي في هذا العمل دور على الدور اللي مفروض أنت بتعلنه وقت ما أنت بتأخذ من هذه الميدة فأنت وإنت واقف بتأخذ الميدة دي بتقول للرب أنا من النهاردة سأخبر سأخبر بهذا العمل سأنادي بهذا العمل تخيالي معايا المسئولية التي تقع على كتف من أخذ فريط العشاء الرباني بتقولي إيه أهميتها إيه أهدفها هي دي دي في أهمية أكتر من كده هنقلك بقى النقلة تانية خالص يا أمل في طريقة تفكيرنا في الميدة إحنا عملين لأن الميدة شيء مقدس وشيء عظيم وإذا ما اتفقنا فلازم نكون مستحقين لازم نستحق فاللي هاخد دي بدون استحقاقه هكون مجرمة فبركز على قبل الميدة لكن الحقيقة بعد الميدة هي بعد الميدة ده الأخطر لأنك إنت لو اتشقلبت وكأنني بقطع عهد معي من أول وجدي بجدد عبودي معي إخبار الأخطر بقى النقطة الرابعة في أهمية الميدة تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء أنا غلز بقى في الحتة دي يعني إيه إلى أن يجيء استعدادك لانتظار انتظار مجيء المسيح كيف تنتظر مجيء المسيح أليس بالصهر والتطقيق في حياتك كل ده عشان أنت هتتقدم للميدة فالميدة بالنسبة لنا هي إحياء لفريضة عملها المسيح الميدة بالنسبة لنا هي تسكار لعمل المسيح لأجليه على الصليب الميدة بالنسبة لنا هي إخبار بكم صنع به الرب الميدة بالنسبة لي هي استعداد وانتظار إلى أن يجيء استعداد المجيء المسيح فأنا بشوف أن خطورة الميدة ليست قبلها وكيف أكون مستعد وقال أكون مجرما في جسد الرب زي ما احنا بنقول ده صح لازم نكون يعني لازم نكون في وضع يدي مكانة لهذه الميدة لكن أنا في رأيي خطورة الميدة بعد كيف تسلك أول ما تخلص الاجتماع أول ما تخلص الكنيسة أول ما تطلع من الأداس بتعمل ليه بعد كده بتنتظر للأداس اللي بعد وتنتظر للاجتماع اللي بعده علشان تستعد وتكون مستحق يعني دي نقطة اللي هي بتجاوب على سؤال أنا كاتبية إزاي بتكون بتفيد حياتنا روحية سواء حياتنا روحية ده المفروض يعني أنا أنا بيعجبوني ناس طبعا لأن أنا لي حق أن أنا بعد أتكلم مع الناس روحيا فبزور الناس وأتكلم معهم وبس مع ردود أفعالهم بيعملوا إيه وقت الميدة وبس بيعجبوني قوي في طريقة أنه أنا بخاف أتقدم للميدة من الالتزام اللي علي بعد كده هل ده صح؟ لا طبعا خلي بالك أنا بس بكلمك على أن إحنا موتين نفسنا لازم نكون مستحقين لازم نكون يا جماعة مستحقين وأول من نكون مستحقين وناخد الميدة مش بحسب المسؤولية كأنك وزيد مغزيد أرجع تاني لكن يا جماعة هو قابلي وبعد وبعد في رأي أهم هو ده الدافع وده القوة الروحية اللي تعملها بغض النظر عن هرجع تاني عن عناصر الميدة بغض النظر مش أتكلم فيها دلوقتي ولا إيه اللي بيحصل القوة الحقيقية في الميدة هو عمل روح الله فيك أنك تشوف الحقيقة دي عمل روح الله فيك أنك أنت تقدر تقبل عمل المسيح وتتغير روح الله فيك أنه يديك قوة للشهادة والإخبار عمل الله فيك أنك تتقدس وتستعد كل يوم المسيح 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 اللي قاله المسيح على الاستعداد خلي زيت في مصابحكم الاستعداد هو عمل الله فيك المستمر أن تبقى حياتك شاهدة ومنورة أنا في رأيي ده أهمية الميدة عشان كده أنا أشجع كل واحد ما يقولش بقى يخش الكنيسة ويقول أصل أنا عملت خطية أنا مش مستهد ومش عايز ومش عارف أعترف بيها ومش وقت وأعترف عشان ميدة فأنا مش أخد الميدة أنا مش أخد الميدة علشان مش عارف فلان مخاصب حد قاعد جنبي وكان مزعلني ولا فرصة فرصة تصالح مع نفسك وتصالح مع الجماعة فرصة يعني يعني عيدة وفعك من تاني أصل أنا اتعودت أخدها مع الجماعة الفلانية دي مقيدة الرب مش مقيدة طايفة مش مقيدة جماعة محددة مقيدة الرب أنت أنت بتقول للمسيح أنا موافق على عملك أنا قبلت عملك أنت منتظر مين يشوفك ولا مين يدينك ما تنتظرش كده أنت افرح بعمل الرب عشان كده أنا بشجع كل واحد وأنا في كل مرة بقى فأقول بعمل الميدة في الكنيسة عندنا بقول مقيدة الرب مفتوحة للجميع عايز أشجع كل مؤمن كل واحد ليه علاقة مع ربنا أنه يقف ويتقدم بغض النظر عن الطايفة بتاعته بغض النظر عن هو متعود يروح فين وبتعود يعمل إيه عايز أشجع الناس ده أنت وربنا بتقوله أنا أشكرك من أجل أنك موت الأجلي أشكرك أنك أنت موت الأجلي أشكرك أنك بتحملني مسئولية الإخبار عن موتك لكن لو أنا بقى هاعد أصلي الجماعة دي أحسن المجموعة دي بتمارس أو الطايفة دي بتمارس الفريطة العشاء الرباني بالطريقة الفرنية شكلها أشيك شكلها أقرب للكتاب يا عم المسيح أخذ من الأكل اللي كان قدامه بوليس الرسول بيكلم كورونسوس وبيقول لهم أنتوا عمليين تاكلوا واحد يسكر واحد يجوع والتاني مش عارف إيه ويدا يجيب أكل يعجب ده وتحرموا الفقرة كانوا بيعملوا العشاء الرباني من الأكل اللي قدامهم مش هي دي القصة في زي ولا عشان كده أنا أصطف في الأول أحط علامات استفهم كتير عشان أعايز أوصل للنقطة دي بغض النظر تعالوا نتشجع بعمل المسيح فصحنا المسيح زبح لأجلنا وهذا هو الذي يذكرنا بهذا العمل اصنعه هذا هذا العمل عشان كده ما تعطلش نفسك لو أنت فعلا فعلا اختبرت عمل المسيح في حدك لو أنت مؤمن تقعدش بقى تطلع على القطة الفطسة فيك وانت واقف عشان تمنع نفسك من أنك انت تتقدم للميدا